بسم الاب والابن الروح الكدسة الاله الواحد امين اليوم التاسع عشر رسالة ربنا ليك النهاردة فيس قد تألم المسيح بالجسد عنه تسلحوا انتم ايضا بهذا المثال فان من تألم بالجسد كف عن الخطير وهنا كتير من الاوقات الله يسمح للانسان ببعض التجارب لكي يغير من حياته كتير من الاوقات نحن نرفض الالم نحن نرفض الالم لان هذا الالم مزعج بالنسبة للانسان ولكن للالم فوايد عظيمة جدا اول حاجة انك حي لو انت ما عندكش هذا الالم فانت مش حي عشان كده كتير من الاوقات تلاقي بعض الدكاترة لما عايز يتأكد ان هذا الجزء فيه احساس فيشكك علشان تعرف ان هذا فيه قلم ولا لا لو انسان بحد بيشكه وما بيحسش ده يبقى عنده مشكلة كبيرة جدا عشان كده كتير من الاوقات الالم يكون دافع للانسان من اجل انه يتغير في حياته يغير من فكره ويغير من مشاعره ويغير من اتجاهات حياته فيكفة عن الخطيئة وعلشان كده عايزك تغير وتشوف انه هذا الالم اللي تألم به المسيح من اجل غفران الخطيئة للعالم احنا بالنسبة لنا اذا تألم الانسان بالجسد كف عن الخطيئة لانه لا نريد ان نعيش الزمان الباقي من حياتنا بالجسد لشهوات الناس بل لارادة الله فالرسالة هنا هي رسالة تغيير لسالة توبة رسالة فرحة بالمسيح عشان كده بيدينا كده وفي النهاية كل شيء قد اقتربت والغريب انه يدينا لما يقولنا اقتربت يقولنا فتعقلوا واصحوا واصهروا للسلوات لكن قبلش كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض لان المحبة تستر قصرة من الخطايا وده بيدينا رسالة جميلة جدا انه حتى لو الانسان بيتألم بيكف عن الخطيئة بيغير من حياته بس بيبحثت قدام عينيه في نظرة اساسية وهي انه كل شيء قد اقترب حياة الانسان بتقترب وبالتالي هنا بيحتاج انه يكون عاقل عاقل ويصحى للسلوات وفي نفس الوقت يشعر انه يستر الخطايا محبة الله تستر خطايانا ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة الى الابد امين